السلام عليكم عمر معاكم هنا حلقة اليوم هنتكلم عن ثلاث محاور مهمة ماذا حدث بالنسبة للأسواق أمس مدى تأثير نتفليكس على شركات النمو ككل هنتكلم عن تغريدة دوكتور مايكل بيري وتحذيره لشركة تسلا وحنتكلم عن رد ألن موسك بالقوائم المالية بالنسبة لشركة تسلا وبروكترين جامبلز أخبار مميزة بالنسبة للأسواق أمس من ناحية القوائم المالية فإن شاء الله هتكون حلقة مفيدة ومهمة وقبل ما نبدأ اللي حب يتعلم أمور الاستثمار إدارة الأموال اختيار الشركات بناء على تحليل القوائم المالية بطريقة مفصلة كورس متكامل أعلمكم هذه الطرق المختلفة تلاقوا تفاصيله في الـ description وطبعا الأسواق الأمريكية أمس كانت تتجه إلى التفاؤل والارتفاء ولكن دخلت كده في مرحلة نزول بعد ما طلعت القوائم المالية بالنسبة لشركة نتفليكس لو تشوفوا مثلا النازده كان نازل تقريبا 1.5 الـ S&P نازل كمان المؤشر الوحيد اللي كان على ارتفاء مؤشر الداو جونز اللي فيه تنوع أكثر فيه 30 شركة ولكن 30 شركة من قطاعات مختلفة كان مرتفع تقريبا 0.7% طبعا السبب الرئيسي هو نتفليكس اللي نزلت 35% في ظرف يوم واحد رقم كبير جدا وخسارة أكثر من 50 مليار دولار بالنسبة لقيمة سهم الشركة ماذا حدث طبعا وجميع الشركات خلينا كده نرجع كده ونشوف ماذا حدث بالنسبة لشركة نتفليكس نتفليكس الربع الماضي كان عندها في مرحلة انتقالية بعض الشيء كل الشركات اللي قدمت قوائم سيئة الربع الماضي وفي مرحلة انتقالية بين النمو وبين التراجع في النمو تأثرت بشكل كبير جدا وكل الشركات اللي فيها يعتبر ملتبل عالي بعض الشيء تأثرت أمس وخاف المستثمرين فقرروا بيع بعض الشركات شان كده مثلا تلاقوا شركة نيفيديا وامدي نازلين 3% مع العلم انه مثلا انتل اللي قيمتها والملتبل واطي جدا ارتفعت لو نيجي مثلا نشوف بايبال بايبال كان الملتبل عالي كانت الربع الماضي على نزول شديد الناس يتوقعوا في مرحلة maybe turn around بالنسبة للشركة ولكن قال المستثمرين كثير منهم قال ما نبغى نخاطر باعه وخسرت نزلت 8% مقارنة مثلا بفيزا حتى شركة ديزني مثلا كانت نازلة 5% فيسبوك نزلت 8% والناس قالت ايش ما نبغى نخاطر حتى لو فيسبوك يعني كان الربع الماضي سيء ربما ما نبغى نخاطر الربع هذا وتنزل اكثر الشركة تسلا ايضا قبل ما تطلع القوائم المالية كانت نازلة 4 او 5% تقريبا وكل الشركات زي ما انتم شايفين الدفاعية ارتفعت بشكل عالي فيوريك انه المستثمرين ما كانوا يبغي يخاطروا في الشركات اللي تأثرت في الربع الماضي وحتى طبعا كثير من الشركات اللي فيها مخاطر عالية فيها ملتبل عالي زي سنوفليكس نزلت 6% ريفون السيارات تقريبا نازلة 7% شابافاي اللي انا عملت عليها عقود اوبشنز لشراءها بقيمة اقل نزلت 13% من الشركات المميزة كثير من هذه الشركات نزلت نزلة قوية لانه الناس بتقولك ما نبغى نخاطر ويعني نشوف ايش ردة الفعل طبعا نتكلم كده عن نتفلكس وماذا حدث بالنسبة لنتفلكس دائما ماذا يحدث لما تكون في شركة جيدة عندها قوائم جيدة وتنمو العوائد والارباح لفترات طويلة خاصة العوائد بالنسبة للشركة الاسواق تعطيها PE او multiple اعلى من المطلوب ما معنى PE اعلى او multiple اعلى يعني الاسواق تقولك استثمر معنا اليوم ما تحتاج نرجع لك فلوسك اليوم لأن نرجع لك هي بعد فترة اطول فهذه الطريقة يعني لانه الشركة بتنمو بشكل اكبر فال multiple اكبر فيعني بعد فترة قصيرة العوائد بالنسبة للشركة تزيد بشكل كبير جدا هذه يسموها مرحلة النمو بالنسبة للشركة شركة نتفليكس كانت تنمو تقريبا 28% في العوائد لفترة خمسة سنوات ولكن دائما لما يحدث يعني يكون عندك multiple عالي وتنمو بشكل عالي ولكن عندما يقف هذا النمو ودائما لازم تفهموا هذه النقطة وحذر في الاستثمار عندما يقف هذا النمو ولو بتحديد لفترة وجيزة فقط تلاقي multiple نزل بشكل عالي جدا الى الارض يعني تلاقي مثلا اديكم مثال ابل اليوم multiple 30 ولكن ابل في ضرف خمسة ستة سنوات الماضية كان multiple 10 تخيلوا 10 لانه ما كانت بتنمو بهذا الشكل الجيد فنفس الشيء صار في شركة نتفليكس كانت مثلا ابل لو نتذكر كانت في مرحلة نمو دخلت في مرحلة الشيكا ثم رجعت في مرحلة النمو اليوم نتفليكس صارت كانت في مرحلة النمو دخلت في مرحلة الشيكا الان هتدخل في مرحلة النضوج مرحلة النضوج هي انه شركة خلاص ما فيها نمو يعني multiple على طول يبدأ ينزل الناس والمستثمرين لا ينظروا اليها بيبغوا ارباح اليوم تبغى لازم تبدأ ترجع لهم ارباح اليوم تدفع لهم ارباح موزع الشركة ما تعرف ايش تعمل بالكاش اللي عندها لانه استثماراتها داخل الشركة لا تجذي فاش تسوي تقرر انها توزع ارباح موزع للمستثمرين هذه يسموها مرحلة المتشوريتي او مرحلة النضوج بالنسبة للشركة اليوم نتفليكس يعني نقدر نقول في مرحلة قريبة الى المتشوريتي بعد ما خسرت تقريبا 200 الف سبسكرايبر وفي نفس الوقت بتقول هتخسر تقريبا 2.5 مليون سبسكرايبر في الربع القادم خلينا نشوف اذا تقدر تنقذ نفطها هذه الشركة ولا هتدخل في مرحلة المتشوريتي او حتى الديكلاين مرة واحدة خلينا نتكلم مايكل بيري طبعا يعمل تغريدة ويحذر المستثمرين ويقول ما يحدث في شركة نتفليكس من ناحية انه الهامش الربحي نزل السبسكرايبر قال المنافسة زادت سيحدث هذا الشيء في شركة تسلا هل اوافق الرأي ولا لا ولكن الان ماسك عنده رد تاني تماما وهنتكلم عن القوائم المالية بالنسبة لشركة تسلا التي عملت قوائم مالية من اروع ما يكون يعني خلينا نتكلم كده بسرعة الـ EPS الربحية للسهمة الواحد تخيلوا كان المتوقع 2.26 الان ماسك وتسلا عملوا 3.52% اكثر من المتوقع العوائد بالنسبة للشركة نمو يعني كان المتوقع 17.8 الشركة وصلت 18 مليار تقريبا 19 مليار نمو 5% خلينا كده نطالع بالتفصيل بعض الشيء ارقام الشركة ونمو في العوائد بالنسبة للشركة من سنة لسنة الربح الأول من 22 مقارنة بـ 21 87% هل يعني 87% رقم يعني خرافي وكبير جدا بالنسبة للشركة تنمو بهذا الشكل مع وجود تضخم عالي بالنسبة للشركة فهذا شيء جيد ومميز لو نقارن من ربع لربع ومن وجهة نظري مهمة انه نقارن من ربع لربع والربع الماضي مثلا الربع الرابع مقارنة بالربع الأول وكمان في مرحلة تضخم عالي في مرحلة سيبلاي تشين ومشاكل استطاعت الشركة ان تنمو في العوائد 7% شيء ثاني ومميز بالنسبة للشركة شوفوا الهوامش الربحية بالنسبة لتصنيع السيارة هذا يسموها الـ مرحلة تصنيع السيارة فقط من معدات من حديد من غيره يعني هامش الربحي 29% يعني من كل سيارة تصنيعها تسلا بتربح 29% قبل ما نخش طبعا في الرواتب في التسويق في الأشياء المختلفة ولكن 29% وحريكم الآن قديش الهوامش الربحية مهمة ومقارنتها بالسيارات المختلفة لو نشوف الـ يعني بعد ما تصنيع السيارة ككل وتدفع الرواتب كمان الارتفاع مميز 19.2% مع وجود كل المشاكل اللي احنا اتكلمناها بالنسبة للشركة شيء آخر ومن أكثر الأشياء اللي عجبتني في هذا التقرير شوفوا الـ يعني تكلفة تكلفة الرواتب تكلفة الأدمين تكلفة الأشياء المختلفة باعوا سيارات أكثر ولكن شوفوا التكلفة كانت تكلفهم الـ 2.2 مليار اليوم بتكلفهم 1.8 مليار يعني الرجال حتى نزل فيه التكلفة فيه الظروف الصعبة اللي فيها تضخم عالية ووفر ما يقارب تقريبا 16% يعني عشان كده تلاقوا الهوامش الربحية قاعدة تزيد بالنسبة للشركة وأداء مميز صراحة يعني من أفضل الشركات ومن أفضل الأداء إنه شركة تسلا واللي يقول لك إنه ألن موسك ما هو إداري مميز أقول لكم كلام مخاطئ هو مخترع بكل تأكيد ولكن يدير شركة بطريقة مميزة ورائعة والأسباب الرئيسية إنه عنده إفشينسي وعنده دقة في تصنيع السيارات لا توجد أي سيارة في العالم تستخدم هذه الدقة في العمل يوريكم مثل بس سريع إنه مصنع تكسس اللي فتحه اليوم كانت تحتاج السيارة 171 قطعة لتصنيع السيارة اليوم يقول لك هذا المصنع فيه قطعتين فقط يصنع لك السيارة ككل من أصل يعني أكثر من 171 قطعة يوريك قديش هذا الرجل تفاصيل دقيقة جدا في مجال السيارات ويريد أن ينزل الأسعار عنده يعني نسميها هيد ستارت على جميع السيارات المختلفة والمحركات المختلفة طيب خبر بعض الشيء سلبي على القوائم المالية ولكن لو نشوف الديليفريز والبرودكشن بالنسبة للسيارات والثري واي مادل بالنسبة لي كان أقل من المتوقع يعني أنتجوا 292 سيارة في الربع الماضي ولكن هذا الربع أنتجوا 291 سيارة لا أراه خبر صعب ولكن زي ما المشاكل اللي تواجه الصين من ناحية لوكداون ربما أثرت على الانتاج بالنسبة للشركة ولكن لا ننسى أنه هو اليوم بينتج هذا الرقم توقعوا أنه في السنوات القادمة اليوم عنده مصنع في برلين عنده مصنع في تكسس فالانتاج سيزيد بشكل عالي فتقدروا تقولوا مشكلة تسلا اليوم ليست هي مشكلة طلب إنما العرض بالنسبة للسيارات أقل من المطلوب سيؤثر عليها ولكن مع المصانع ومع وجود الإفشنسي العالي من ألن موسك فمن وجهة نظر هذه الشركة لها مستقبل كبير غير المنتجات المختلفة اللي عندها السولر الأشياء الطاقة المتجددة عندها الستوريجز وعندها السوبر تشارجر ستيشن يعني محلات يعني زي محطات البنزين اللي تعبي وهذه لأول مرة اليوم يعني تسلا بتقول لك حتى حتسمح للسيارات المختلفة إنه تستخدم السوبر تشارجر فهي شركة يعني تختلف في جميع المجالات شركة مميزة جدا وبس أبغى أوريكم آخر نقطة عن الهوامش الربحية لأنه دائما يتكلموا مجال السيارات دائما الهامش الربحي بالنسبة لها قليل جدا ليست شركات تليفون ما هي أبل مثلا أبل بتصنع التليفون تكسب منه 25% شركات السيارات لو تشوفوا مثلا هامش الربحي بالنسبة لها قليل جدا يعني بنتكلم يعني 1% لبايدو فولتسواجن تخيلوا الفولتسواجن اللي ليها أكثر من يعني 60-70 سنة بتعمل هامش الربحي 6% اليوم بس أبغى أوريكم يعني تسلا قدي إيش بتعمل من ناحية التصنيع السيارة قبل ما نخش في الرواتب والتسويق وكذا 29% المارجنز مقارنة بالسيارات المختلفة تويوتا 19% فورد 12% جي ام 14% فولتسواجن 17% فيه فرق كبير في الهامش الربحي بين المنسبة للشركة الإبدا مارجنز 30% مقارنة أقرب منافس لهم تويوتا 15% فهذه الشركة عندها هوامش ربحية مميزة يصعب منافستها في الفترة القادمة حيكون عندها تسعيرة قوية حيكون عندها التكنولوجي أعلى من أكبر الغلطات اللي سويتها وأنا دمان عليها إلى يومك بيعي لشركة تسلا بعد ما كنت أملك هذه الشركة في عام 2018 أشتريتها بسعر واطي جدا جدا أقل من 60 دولار قررت أني أبيعها ب 650 دولار ولكن من وجهة نظري هذه الشركة عندها المعطيات أنها تطلع حتى للألفين والألفين وخمسمية في المستقبل ولكن يعني ما أشتريها في هذا السعر المرتفع ربما إذا نزلت أكثر أرجع أعزز وأشتري في الشركة مرة أخرى خبر آخر طبعا ونتكلم على بروكترين جامبل شركة دفاعية مميزة تقدم المنتجات الاستهلاكية الإلزامية في حياتنا وطلعت بقوائم مالية أقدر أقول لكم جيدة المبيعات بالنسبة للشركة الأعلى عبر تاريخ يعني من ديكيدز من عشرات السنين تتكلم شركة بروكتر أنجابل نتكلم مثلا على يعني بعض الأشياء ربحية الشركة من ناحية السهم الواحد أفضل من المتوقع العوائد بالنسبة للمتوقع أعلى من التوقعات ب7.1 في ألمية خلينا كده نتكلم على الشركة القوية اللي تقدر تلعب بأسعارها مع وجود التضخم مشكلة ما زال التضخم موجود وحوريكم في هذا التقرير مبيعات الشركة زادت 7% ولكن تكلفة المنتج شوفوا cost of production زاد 16% هذه علامة استفهام كبيرة يوريك أن المواد الخام لإنتاج المواد الغذائية الاستهلكية بتزيد بشكل عالي جدا والمبيعات بتزيد بشكل عالي أما كيف طيب يعني لو زادت المبيعات فقط 7% والتكلفة زادت 16% فهذه مشكلة كبيرة لأنه شوفوا العوايط ستكون أقل من المطلوب 4% ولكن إيش صووش شركة بروكترين جامبل خففوا من الرواتب فنزلوا 7% الرواتب فهذه تكلفة بدأت تنزل بعض الأشياء المنتجات يعني الدبارتمنت الغير أساسية فيه إنتاج المنتج أما إنتاج المنتج فارتفع 16% فهذه يوريك يعني لما التضخم قديش بيأثر خلينا نشوف مثلا منتجاتها المختلفة عندها البيوتي البيوتي برودكت المبيعات زادت 2% ولكن أرباحها زادت 12% تقولوا كيف يا أمر أقدر أقول لكم أنه البيوتي برودكت قلت يعني الناس اللي بتشتري البيوتي برودكت قلت ولكن إيش اللي صار ربحيتهم زادت وارتفعت الأسعار 4% فهذه أقدر أقول لكم ما كان عليها ما أثر عليها التضخم بشكل عالي واستطاعت شركة بروكترين جامبل أنها تضيف 4% في الأسعار فإشان كده زادت 12% حتى مثلا منتجات الهيلث كير خليني أوريكم مثلا منتجات الهيلث كير المبيعات والريفنيو المبيعات زادت 13% أما لو نشوف مثلا الربحية بالنسبة للمنتجات زادت 29% فهذه كان عندها قوة أنك ترفع الأسعار ولا تتأثر التكلفة التصنيع المنتجات الأدوية بالنسبة لها فإيش زادت 29% الأرباح بالنسبة للشركة زي ما أنتم شايفين مثلا زادت المبيعات وزاد الفوليوم الناس اللي اشترت المنتجات الهيلث كير 8% ولكن شوفوا بس فقط رفعوا 3% الأسعار فهنا صار عندهم زيادة في الفوليوم الناس اللي تشتري رفعوا الأسعار وفي نفس الوقت التكلفة ما زادت عليهم فاستطاعوا أنه يربحوا 28% لأنها منتج استهلاكي مهم جدا لا يتأثر والناس ما تقطع أشياء الهيلث كير أما خلينا مثلا نشوف منتجات أخرى مثلا البيبي والأشياء الفاميلي كير الفاميلي كير مثلا زادت المبيعات 7% ولكن قلت ربحيتهم 4% فهذه ما عندهم مارجن ما عندهم انفليشن يقدروا يرفعوا الأسعار المنافسة ربما في هذا القطاع أكثر فخسرت الأرباح 4% في هذا القطاع وإيش هتلاقي إيش الفوليوم ما هو كثير 2% فقط وشوفوا ما قدروا يعني حتى مع رفعة الأسعار اللي رفعوها ما زالوا يخسروا الأموار فيوريك أنه التكلفة بالنسبة لهم زادت بشكل عالي ولكن التقرير ككل كان تقرير جيد ولكن التضخم واضح وصريح أنه بيرتفع وشركة بروكتور انجامبل زي ما انتم شايفين بترفع الأسعار تقريبا 5% في جميع المنتجات في الختام كده حاب أذكر الناس نحن سوق في اليوم السوق شركات النمو تعاني شركات الدفاعية الفوليوم ما زالت الفاليو بترتفع زي ما انتم شايفين المقارنة الجيدة هنا الفاليو انفستنج تقريبا بريك ايفن ما هو خسران أما شركات النمو نازلة 16% فإحنا زي ما قلنا لازم تحطوا الدفاع ما زال قبعة الدفاع هي الأهم ولكن من وجهة نظري القوائم المالية اللي طلعت اليوم لشركة تسلا وبروكترين جامبل حتى اي بي ام طلعت بقوائم مالية جيدة شركة تقدروا تقوله فاليو انفستنج تعتبر رخيصة مقارنة بالتكنولوجي كمبانيز الثاني ارتفعت الأسواق تتجه الاتجاه الإيجابي اليوم أكثر من السلبي خلينا نشوف الأيام القادمة ولكن أرى الأسبوع هذا إن شاء الله ينتهي بالإيجابي لأن القوائم المالية وتسلى من وجهة نظري أنقذت الأسواق هذا الأسبوع شكرا وإلى اللقاء